بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً أبناء الأعزاء فهذه الحصة الجديدة والتي تعلمنا طبعاً بالدرس التنسبية الكتلة الحجمية وسلم الخرائط وطبعاً سلم تصامي والخرائط إذن نبدأ التنمية الأول أكمل مالأجد والتالي وأحدد الكتلة الحجمية للفدة نعم إذن عدنا هنا قياس حجم طبعاً الفدة عدنا واحد وهنا قياس كتلة الفدة عشرة فصيلة خمسة إذا نريد أن نقلبه على معامل التناسب نقسمه هذا على هذا نقسمه عشرة فصيلة خمسة تقسيم واحد إذن نقسمنا عشرة فصيلة خمسة على واحد تطعينا عشرة فصيلة طبعاً خمسة إذن نعم شوفها تتجاه هذا هنا عن قسمه نعم عن قسمه على عشرة فصيلة خمسة عشرة فصيلة خمسة عشرة فصيلة خمسة وفات تجاه هذا نقسمه في عشرة فصيلة خمسة نعم هنا نضربه في 10.5 وعيد هنا نقسمه على 10.5 ونضربه في 10.5 بمعنى إذا كدعدنا القتلة نقسمه على 10.5 إذا نضربه 31.5 تقسيم 10.5 طبعا نضربه في الوصف هنا نضربه 31.5 تقسيم 10.5 عن السعر الألة حاسبة نضربه 31.5 تقسيم 10.5 طبعا نضربه 3 إذا نضربه 3 إذا هنجحة تكون ثلاثة بهذه 3 نعم ثم لنتقلوا من الحجم الى طبعا فتيجة تقسيم نضربه لنضربه في 10.5 إذا نضربه 30.25 30.25 ثم نضربه في 10.5 عيدنا طبعا جوج فاصيلة 625 كم نقصّلها لهم وعيد هذه الطريقة وسنقسم سنقسم 1.75 فانعنا سنقسمها وعيد من هذا المدفخ 1.75 سنقسم إلى 0.75 سنقسم أو 0.75 سنقسم 10.75 عيد كانت تعطينا طبعا 1.5 إذا هنا شحكينا 1.5 ننتقل الثامن الثاني قالوا لنا هنا قالوا لنا هنا أحسب كتلة القطعة المعدينية وكونا من الصلب إذا علمت أن الكتلة الحجمية لذلك ما أعطونا شوفنا الكتلة الحجمية ها هي أعطونا الكتلة الحجمية اللي كرمزونها بغوم هاي الكتلة الحجمية أحطونا 7.85 كيلوغرام على الدسيمتر مكعب نعم هذه الكتلة الحجمية ثم قالوا لنا إذا عدتنا نحسبه هنا يا أحصل الكتلة إذا أريد أن نحسب الكتلة فحصنا نكون عارف الأعلاقة أن الكتلة الحجمية تساوي الكتلة على الحجم الكتلة الحجمية تساوي الكتلة على الحجم ستساوي الكتلى الحجمية في الحجم ستساوي الكتلى الحجمية في الحجم هناك الحجم إذا كتلك الكتلة الحجمية مضرورة ما الذي نحتاجه؟ ما الذي نحتاجه؟ ما الذي نحتاجه؟ ما الذي نحتاجه؟ نرى الشكل هذا؟ ما الذي نقسمه إلى جزءين؟ هذا جزء عبارة عن متوازي مساطيلات وهذا عبارة عن متوازي مساطيلات الملاحظة هو أن هذه القيمة سبعة إن هذه القيمة سبعة يمكن أن تسمى العلمQue후 كاتلاحظمة لدينا ثمانية الbowارة عن متوازم الوحن وهنا 7 ولض ** عدة تعليم إلى ٥ عندما كنت هنا تصفت عبارة والعbero ههنا ١ ثلاثة لأن هناك هنا عشرة سيضمنا هذه السبعة سنخرجنا هذه السبعة من هنا سبعة ثلاثة ثلاثة الحجم ثم للفوق إذن الحجم الحجم هو الحجم من المستطيل يساوينا الطول في العرض في الارتفاع يساوينا عشرة في يساوينا العرض 8 في الارتفاع اللي هو 7 هذا بالنسبة لهذا هو هذا الجزء هذا ثم عدنا هذا طوى عن ديرولور طبعا طول في العرض في الارتفاع يساوينا الطول هنا 8 طبعا في 5 في 3 ونحسبوه بالآلة الحاسبة هذا هو الحجب يساوي ونحسبوه هذا بالآلة الحاسبة ونقلوه ضعوان جيز ولكي من الأحسن نحسبوه بالآلة الحاسبة إذا عدنا عشرة في 8 في طبعا 7 ثم عدنا زائد ماذا؟ زائد 8 في 5 8 في 5 في 3 ونحسبوه إذا هي 680 ونقلوه 680 ونقلوه سنتيمتر مكعب لماذا سنتيمتر مكعب؟ لأن القياسات التي عدنا هنا بالسنتيمتر نحاولوه 10 متر مكعب نقسموه لألف ونقلوه ونقلوه لألف سنتيمتر مكعب هذا هو الحجم إذا نحسبوه الكتلة كرمزو لألف هنا ونقلوه ما لدينا الكتلة الحجمية؟ ها هي لدينا الكتلة الحجمية 7.85 فاش نضربوها؟ في الحجم اللي هو 0.81 ونقلوه نقلوه بالألة حاسبة 7.85 مضروبة في 0.86 كما ترى تعطينا اهه تعطينا 5.38 كيلوغرام نعيد الحساب حتى نتأكد من النتيجة 7.85 هاي الآلة حاسبة تنضربوها في 0.86 تعطينا هذه تنحولوها اذا 5.330 كيلوغرام هذا من نسبة التمرين الثاني ننتقل الى التمرين الثالث تقولنا تمثل ثلاثة سنتيمتر على المسابة تصميم مسابة حقيقة شهر 15 وحددوا السلم هذا التصميم اذا السلم سنعرفوا هو المسافة على التصميم سنكون حافظا السلم هو المسافة على التصميم على المسافة الحقيقية تحفظونها الخاصة هذه ما عدنا المسافة على تصميمها؟ ثلاثة ما عدنا المسافة الحقيقي؟ خمسة عشر نختازي ثلاثة في واحد وخمسة عشر ثلاثة 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 سلال بمعنى أن كل سنتيمتر على تصميم يساوي خمسة في الواقع سنتيمتر احدد المسافة التي تمثل المسافة الحقيقي قطوها 4 فاصل إلى خمسة متر نعم السعيم بجدود إذن المسافة الحقيقية 4 فاصل إلى خمسة متر نحولها للسنتيمتر هي 450 هاي 450 نعم والمسافة على التصميم سنبحث عنها نضع ثلاثة أولى الحقيقية 15 مع ثلاثة ودرنا السلم بمعنى أن كل واحد على تصميم كل واحد على التصميم نعم يساوينا خمسة في الحقيقة إذن إذا بغينا نقلبه على المسافة على التصميم عن شده 450 نقسمها على خمسة هذه طريقة نقسمها على خمسة الطريقة التانية إذا بغينا نقلبه على المسافة ضربها للسلم و variety قمت بخصصة على الخمسة تعطينا 90 إذا المسافة على التصميم كتساوي أن المسافة الحقيقية مضربة في السلم أعيد المسافة على التصميم كتساوي أن المسافة الحقيقية مضربة في السلم 1.5 ننتقل إلى التمرين الموالي هو التمرين 24 أحسب طول طريق سيارة على خريطة سلمها ما هذا السلم؟ هذا السلم كل واحد سنتيمتر كل واحد سنتيمتر يعطينا شحال شحال المصافر هنا نحسبهم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة يعني خمسة المليون واحد يعني هذا إذا أن الطول الحقيقي هو ألفين كيلومتر ألفين كيلومتر نحسب الطول الطريق السير على الخريطة هذه الخريطة الحقيقي شحال عدنا مئتين كيلومتر نحاولوها للسنتيمتر إذا نحتاج دول هذا نحاولوها مئتين كيلومتر إلى هذه بالسنتيمتر إذا نقلب المسافة على الخريطة مسافة الخريطة كيف نجد المسافة الحقيقية مسافة الحقيقية اللي هي جوج ربعة ستة سبعة جوج ربعة ستة سبعة وكن نقسموها نضربوها في السلم بحركة إما نضربوها في السلم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة أو لا تقسموها على الخمسة المسافة المسافة على الخريطة المسافة على الخريطة تساوينا المسافة الحقيقية مضربوها في السلم نعودها المسافة جوج ربعة ستة سبعة تقسموها 1 جوج ثلاثة أربعة خمسة اسة سبعة تقسمو الخمسة وعندسة أصفرا 1 جوج ثلاثة أربعة ستة وعيد المسافة على الخريطة نجد المسافة الحقيقية حول السنتيمتر ونضربها في السلم تحططنا 4 سنتيمتر إذن هي 4 سنتيمتر هنا التمنية الخامس هو هذا إذا كان طول الطريق على الخريطة يبلغه 15 سنتيمتر أحسب الطول الحقيقي إذن الطول الحقيقي هذه مهمة ثانية يجب أن نكون لحفظ الخاصيات الطول الحقيقي إذا أردنا أن نبحث على الطول الحقيقي نشد المسافة على الخريطة التي هي 15 سنتيمتر ونضربها في المقلوب الأجزة كنا 1 إلى 3 مئة ونضربها في 3 مئة على 1 فيما أن يتقلب على الطول الحقيقي يشد المسافة على الخريطة نشد المسافة على الخريطة ونضربها في المقلوب هنا لدينا 1 إلى 300 يجب أن تتقلب على المسافة الحقيقي إذن المسافة المسافة على طبعا الخريطة على الخريطة ما لا؟ متناسبة مع المسافة الحقيقية الأطوال على الخريطة لاحظوا معي مزيد 1 سنتيمتر 300 إذن الأطوال الحقيقية طبعا بالمتر نضربها في هذه إذن الأطوال حسابها 15 300 4500 4500 سنتيمتر نعلم أن طبعا 3500 3500 4500 4500 طبعا 4500 لا تنسوا 1 سنتيمتر 4500 سنتيمتر ننتقل إلى 80 60 60 60 50 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 62 40 44 43 41 44 44 44 45 45 43 و الحجم يعني الكتلة على الحجم و الكتلة يعني الكتلة أعطاً في الحجم و الكتلة الحجمية كت Latin أ такakan الكتلة على الحجم حقيقة الحجم للجمضة كتبق المنطقة المنطقة كذلك كذلك 10.5 يوضح المختلف أفضل Zarghull والدسيwegen مكعب لأن هنا عدد 8 مكعب 15.5 تقسيم 4.8 تقسيم 3.22 3.22 ديسيمتر مكعب ننتقل السؤال موالي تحتوي آنية مدرجة 180 سنتيمتر من الماء وضع أحمد في الآن يقي طعم عدنية كتلتها 255 إذا علمت أن مستوى الماء ارتفع و أصبح يمثل حجما قدره 277 حسب الكتلة الحجمية الكتلة الحجمية سيكون عدنة الكتلة الحجمية سيكون عدنة الكتلة والحجم هذا ما أعطاونا الكتلة ديالها 255 إذا عدنة الكتلة كتساوي 255 ما نقع كتساوي كتساوي ماء 180 سنتيمتر مكعب نضع هذه القطعة وضع أحمد في القطعة معدنية ارتفع مستوى إلى 255 زاد الماء إلى 250 250 ارتفع مستوى 2275 سنتيمتر مكعب إذا دولي الزاد هذا كتسمى حجم القطعة حجم القطعة كتساوي الحجم النهائي ناقص الحجم اللي كان كتساوي وهي 95 أعتقد نحسبه بألة حسبة 2075 ناقص 180 ناقص 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 ونقص بألة حسبة 255 ناقص ناقص مجرد 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 من قطعة مجرد سنتقل إلى السؤال الموالي هو هذا يجب أن يكون بثمارين ثامن أجد السلم الذي يوافقه لدول التالي إذن لدينا المسافة على التسميم ومسافة على الخريطة إذن لكي نجدو هذا السلم سأهلا عن شدو عن شدو سيدي المسافة على التسميم هنا المسافة على الخريطة هنا بس مليمتر إذن هذا مئة مليمتر ما هذا مليمتر نحولها لسنتيمتر وهنا هذه المسافة على الخريطة وهنا المسافة على التسميم هي خمس مليم مليم او خمس ألف سنتيمتر نعم خمس ألاب سنتيمتر هنا المسافة الحقيقية من المسافة الحقيقية إذن أجد السلم عن شدو المسافة على الخريطة نقسموها المسافة الحقيقية عن شدو عشرة وهي المسافة الخريطة وهي 100 مليمتر على المسافة الحقيقية نختزل زيرو مع زيرو هي 1 على 500 عدو السلم هي 1 على 500 نجدو هذه مثلا 10 مليمتر 10 مليمتر لحبلناها لسنتيمتر هي 1 سنتيمتر وحل كتوافق لنا 500 على الحقيقية 500 سنتيمتر 500 سنتيمتر إذا إعت ranging للسلم قد دو على الخريطة نقسموه على الحقيقية إذا دعو السلم ولانLAUSE خدمو بهذه ثم ما هي المسافة الحقيقية الموافقة ل5 مليمتر إذن ما هي المسافة الحقيقية الموافقة ل5 مليمتر نحاولها 5 مليمتر للسنتي 5 عدنا مليمتر هي سير فاصيلة 5 سنتيمتر إذا اللي بغينا المسافة الحقيقية كنضربه المسافة على الخريطة كنضربه في هذا هو في المقلوب يعني في 500 عبشي هات زيرو طبعاً عطينا هنا 250 5 في 0 5 في 5 25 250 سنتيمتر إذا نعطينا 250 سنتيمتر 250 سنتيمتر مكعب نبليطة الوحدة بعض التصاميم تكون مصحوم مقياس تاري نعم هنا 500 أستعمل هذا المقياس وأرسم تصميم لحديقة مستطيرة للشكل طولها 800 وعرضها 300 ما هو طبعاً السلم ديالهم زيان جميل إذا هنا عدنا كل قطعة تكون هنا 100 200 300 400 300 300 800 800 800 800 300 300 800 800 800 800 300 300 300 800 300 800 800 300 800 800 800 800 300 800 إذا جاءتنا شحن القطع ثلاث قطع نعم إذا عن جيولة هنا يا مدام أنها مستطيلة الشكل الرسم هنا ثمان قطعة واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة سبعة ثمان ثمان قطعة متساوية وننظر ثلاثة واحد جوج ثلاثة والرسم المستطيل قالنا السيدي هنا السؤال ما هو سلم هذا التصميم السلم عنش الدو على التصميم الثماني على ثمان نحاولها حقا للسنتيمتر وهيه بعد الحساب يرغبنا واحد ونضع هنا أربعة أصفار نعم نكون كلا أن هنا قطعة تمثلنا طبعا عشر آلاف سنتيمتر السؤال الأخر يكلم أن يمثل مستطيل طاله عشرين سنتيمتر وعرضه 10 سم تصميماً لمنع الكوات القدم بسلم 1 إلى 500 ما هي المسافة الحقيقية؟ ما هي المسافة الحقيقية؟ نعم هنا أرجع اللي هنا يا طول شحال 20 واخر والعرض شحال كنا العرض عرضه 10 سم على التصميم نعم ما هي 10 إذن الأبعاد الحقيقية كل سنتيم شحال عنده 500 كل سنتيم عنده 500 إذن 20 إذا بغينا نرجع الحقيقة نضربه 20 في 500 20 في 500 تعطينا هنا 10 زيول أصفر 1 جوش 3 1 جوش 3 وعيد كيف تدعو الأبعاد على التصميم؟ هات عدنا 1 سنتيمتر شحال كي ناسب 500 مزيان إذن نعم نحول له المتر 1 500 سنتيمتر هات 500 سنتيمتر حولنا المتر هي 500 ولكن عدنا 20 سنتيمتر في التصميم ما هي حقيقة؟ نضربه 20 سنتيمتر في 500 ونحوله المتر هنا ونضربه أصفر ثم هنا العرض عدنا 10 نريد أن نضربه 10 نضربه 500 10 في 500 نعم 10 في 500 هي مهم 10 في 500 نضربه 1 جوش 3 لأنها 1 جوش 3 إذا نحوله المتر حينيش أصفر هي 50 أتمنى أن تكون قد استفدتك